هل سيعود نتنياهو إلى واجهة الحكم في إسرائيل مجددا؟ رفع بضعة آلاف من اليمين الاستيطاني المتطرف شعار إسرائيل تنزف خلال تظاهرة في القدس المحتلة دعا فيها رئيس الحكومة السابق حكومة بنت إلى الاستقالة لكونها ضعيفة أمام إيران والإرهاب على حد قوله طبيعة الائتلاف الموجود في الحكومة الإسرائيلية هو اتلاف متناقض ومكون من تمن أحزاب ما بين اليسار والوسط واليمين بالإضافة إلى حزب عربي ولكن كل هاي الأحزاب كانت متوحدة لهدف واحد وهو إسقاط حكم نتنياهو اللي استمر لحوالي 12 عام انشقاق رئيسة الائتلاف عديد سلمان وانضمامها إلى صفوف المعارضة أحدث هزة لدى الحكومة المضعضعة منذ توليها الحكمة في تموز يونيو الماضي الهزة قد تسحب إسرائيل إلى دوامة انتخابات برلمانية خامسة خلال ثلاث سنوات فقط وستشل في الوقت الحالي عمل الحكومة التي لا تملك غالبية وتمنعها من تشريع القوانين ما نواجهه هو أننا أمام كتلة صهيونية صماء وجميع من فيها هم إما متطرفون أو متطرفون أكثر من الآخرين هذه الكتلة الصماء تتنافس فيما بينها على الإيغال في الدم الفلسطيني قرار إدخال الخميرة إلى المستشفيات خلال عيد الفصح العبري بما ينافي مواقف المتدينين أطلق شرارة الخلاف في حكومة زادت تخبطاتها بعد موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة قد يحذو مزيد من نواب كتلة يمين حزب رئيس الحكومة حذو زميلتهم ولكن نتنياهو لن يتمكن من إقامة حكومة إلا بسيناريوهات مستبعدة حتى لو أجريت انتخابات برلمانية جديدة بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن أزمة الحسم لن تحل هنأم حميد القدس المحتلة الميادين